في إطار التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تلقى وزير التنمية المحلية هشام أمنى تقريرا حول التقدم في وضع خطة التنمية المتكاملة لقرى محافظة مطروح وأشار الوزير إلى أن الخطة تول اهتماما خاصا بتحسين الاستفادة من الموارد المائية بمطروح فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التنمية بالمحافظة تشمل ثلاثين قرية في مراكز الحمام والضبع ومطروح والنيجيلة وسيد براني وسيوة